اشتركوا في القناة في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بحث رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين آخر المستجدات والاستعدادات لأقامة مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي الذي سينعقد في مملكة البحرين بداية العام المقبل تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي يأتي على إثر الدعوة الكريمة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ملتقى البحرين العالمي للحوار بين الأديان الذي انعقد في المملكة أواخر العام 2022 شدد الجانبان على ضرورة هذا الحوار في تأكيد مساحة الاتفاق الواسع في مجالات الاعتقاد والفكر والقيام باعتبار أن المسلمين جميعا أمة واحدة ومؤكدين العزم الثابت والمتواصل بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الإسلامية الكبرى حول العالم على المضي قدما في تعزيز أواصل الأخوة والوحدة بين المسلمين ودعم أسس التعايش البناء وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة والسمحة والتصدي للأفكار والمناهج الدخيلة والهدامة وكافة أشكال التطرف والعنصرية والطائفية والتمييز